هل تعتقد أن قرار البنك بتثبيت سعر الفايدة هيكون لي تأثير بشكل إيجابي على نسبة التضخم الموجودة في مصر؟ يعني أعتقد أنه التضخم اللي موجود في مصر ممكن ما يكونش مربوط بشكل مباشر برفع سعر فايدة أو خفضها أو تثبيتها في الأوقات الحالية ليه بقى؟ لأنه التضخم اللي موجود في مصر ليس ناجما عن وجود مثلا طباعة نقد بشكل كبير كما هو في أمريكا أمريكا طبعت نقد دولار بشكل كبير جدا وبدأت تسحب السيولة بشكل باقر من البنوك الفراعية اللي موجودة في أمريكا فاحنا عرفنا أنه التضخم اللي موجود في أمريكا نتيجة طباعة النقود لكن التضخم اللي موجود في مصر هو تضخم مختلط مش ناتج عن الطباعة فقط ومش ناتج عن العمليات الاستراضية نتيجة للمحملة بأسعار تضخمية ومش ناتج أيضا عن أنه في عدم توازن بين العرض والطلب يعني إيه اللي بيعمل تضخم أنه العرض والطلب في المجتمع مش متوازن مع بعضه فبالتالي يحصل تضخم يحصل بقى تضخم في العرض يحصل تضخم في الطلب المهم أنه فيه تضخم موجود طيب يعني خلينا نروح للدولار بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة حضرية بتتوقع إيه لسعر الدولار هل هينخفض هيرتفع هو إحنا شاهدنا يعني الأيام اللي فاتت انخفض ملحوظ في سعر الدولار فهل ده يستمر والهيرتفع مرة تانية خلينا بس يعني خلينا نحط الألفاظ في مسمياته هو الدولار لا بيرتفع ولا بنخفض هو الدولار ده بمثابة عملة احتياطية دولية لي مصر والكل ده والعالم وهتلاقي أنه أغلب احتياطات البنوك المركزية ممثلة في الدولار ثم الزهب ثم باقي الأوعية اللي ممكن أي احتياطي في البنك المركزي بيكون ممثلية هو مسألة رفع الجنيه أم خفض يعني الدولار ده هو الشيء السابت ولكل العملات العالمية والمحلية بتدور حوله فاحنا ممكن نقول أنه ارتفاع جنيه وليس انخفض دولار ده حاجة الحاجة التانية والمهمة جدا فترة المقبلة ممكن تشهد مجموعة من القرارات التي تلي هذه القرارات فهل هيكون فيه رفع الجنيه أعتقد أنه ممكن يكون فيه رفع الجنيه بشكل كبير جدا طب لا هيكون فيه رفع الجنيه بشكل أكبر إمتى لو اتجاهنا في 2025 إلى خفض الفائدة ولا أعتقد البنك المركز المصري سوف يسير على النمط اللي بيسير على البنك الفيدرال الأمريكي وبالتالي نتجه إلى التخفيض يعني حددك متوقع أنه ممكن القرار اللي بيالي تسبيت سعر الفائدة في الفترة اللي جاية أو السنة الجاية يكون خفض خفض أكيد طبعا نتمنى ده وفي الحالة دي هنلاحظ انخفاض لسعر الدولار